أن تؤثر دولة في انتخابات دولة أخرى فهذا خرق كبير ومساس بالسيادة فكيف الحال إذا تعدى الأمر إلى السيطرة والنفوذ وربما الاستحواذ تصريح جديد لمسؤول إيراني يكشف عن ما يعكف الساسة في العراق على نفيه فيؤكد تبعية مجملهم لطهران بل تحكمها بهم علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولي للمرشد الإيراني يقول إن ما سماها جبهة المقاومة ستتضاعف بعد الانتخابات المقبلة في العراق مؤكدا أن أي نتيجة محتملة للانتخابات ستعد جزءا من هذا المحور يستشهد ولايتي بنتائج انتخابات لبنان بعد حصول القوى المتحالفة مع ميليشيا حزب الله على أكثر من نصف مقاعد البرلمان ليستعرض عضلاته متباهيا بتقدم جبهة وكلاء إيران في المنطقة وكأن المسؤولين الإيرانيين يصرون في كل مناسبة على استعراض الأذرع الطويلة والأدوات المنتشرة في مشهد مكرر لما صرح به مستشار خامن أي علي يونسي بأن بغداد أصبحت عاصمة الامبراطورية الفارسية ولعل الاستعارة التاريخية تأخذ ذاك الصخب الذي تعوده الغزاة عندما شابهت قول ديغول عند احتلال فرنسا لسوريا ها قد عدنا يا صلاح الدين لكن على ما يبدو أن الاستقطاب الطائفي منع ولايتي وقبله يونسي من التصريح علنا بالأسماء فاكتفوا بدلالة المكان فقط بيد أن دلالات الواقع تأخذ حيزاً أكبر فتلك اليد التي طالت بعد احتلال العراق أصبحت بمكان تزعج الولايات المتحدة فوصل الخصوم إلى مرحلة توتر كما لم تكن يوماً وباتت حرب الوكلاء هي أقرب للتحول إلى الأصلاء فيحاول كل طرف إضعاف الآخر قبل ساعة الصفر ومن هذا ما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية من أن الولايات المتحدة ترغب بفوز حيذر العبادي الضعيف وغير المرموق كما وصفته بالانتخابات القادمة مقابل نور المالكي المدعوم إيرانياً وبناء على ما سبق فإن مخالب إيران التوسعية تبدو على موعد إما مع تقليم أظافر أو قطع يد ترجمة نانسي قنقر